بقى احنا لما رحنا لنادي المأولين وان احنا معانا النهاردة كابتن سعيدي الشيشيني نجم نادي والمآلين العرب واللي حق انجازات ففي ناس كتير قوي من زميلك قالك احن لازم نتكلم مع كابتن سعيدي احنا معانا كابتن زيزة لوقت يشوفه حيقول ايه ونرجع نحل الكلام طبعا كابتن سعيدي الشيني طبعا كابتن نادي مغارب ومن الشخصات المحترمة جدا ومن اللعيبة اللي يعني مش عايز اقول اللعيبة القلائل اللي احنا بشوف ناس زيهم لعيب بيلعب هاف رايت هداف بيجيبي جوان في اي وقت اللعيب محترم لعيب كان بيحافظ على لعيبة بالذات الصغيرة يمكن انا لما طلعت وانا تحت السن مع كابتن سعيد طبعا والمجموعة الكبيرة اللي هو كابتن حمد وكابتن عبودة وكابتن رضوان كنت انا لسه تحت السن وانا فاكر كان كابتن عبدالصالح الوحش كان هو المدير الفني للفريق الاول عندنا وبنلعب مباراود دي انا كنت لسه معرفش كابتن سعيد كويس كنت هو بيلعب انا بيلعب هاف رايت كابتن سعيد عنده ميزة ان الكرة اللي ما بيجيله من لامس واحدة بيحط للجناح انا معرفش فانا مش متعود فبيحطها فانا ما بجريش اهو بيبقى باصس للنحة التانية هو يضحك الوقت اولا وسمع الكصة دي هو بيبقى باصس في عينه في النحة التانية وتلاقي عين التانية بيحطها في المكان اللي هو الصح فانا مرة مرتين ما وقفت فطبعا اه فهو بيكلمني فبقول له انا مش عارف يا كابتن فالكابتن عبدالصاح بعدين ماتش قال لي مليكش دعوه بعينه خالص يعني خليك على رجله بس وخلاص على اساس انه هو عنده الميزة دي فبعد كده تدركت الموقف ده وبقت بقت يعني استفاد من الكرات اللي هي البينية او الكرات اللي هي تقدر توصاني للمرمى زي ما انا عايز اه فدي طبعا حاجات حاجات كويسة جدا برضو بيقدر يساعد الرجل الجناح اللي جانبه او الباك اللي جانبه قوي في الملعب شخصيته كويسة جدا وبعد وكل ده كمان الكابتن سعيد من اللعب من الشخصات اللي هي اللي اللي بتهرج بس في الحدود ومبتسم على طول وحد حد محترم حد كويس وحد يعني بصراحة نفتخر لها الشرف ان انا لعبت جنب الكابتن سعيد الشيشيني طبعا في مواقف كتير اه اه كنا في مباراة في اسكندرية اه اللعب النادي الاولومبي واحنا كنت انا وكابتن علاء عبدالحفيز والله ارحمه ناصر محمد علي اه اتأخرنا على الغدا وما كناش نعرف كنا عارفين معاد الغدا كان مايكل ايفرد ماسك الفرقة وكان مباراة اول مباراة في الدورة الاولومبي والغدا كان مفروض الساعة ساعة اتناشر فاحنا اتأخرنا في المعاد بتاع الغدا فالكابتن سعيد جي بينبينا وبيخبط علينا فاحنا مردناش نفتحه قاعد يخبط جمي جدا لحد مزعق لنا ودخل يعني يا كاد كان هيدربنا طبعا احنا كنا لسه تحت السن وكنا لسه صغيرين وفي الموقف ده احنا كنا فاكرين للغدا كانت الساعة اتناشر لقنا مايكل ايفرد عمل الساعة اتناشر ونصر عشان احنا ننزل متأخرين وتخصم مننا ساعتها مبلغ مادي كتير كبير يعني في الوقت ده فدي من الحاجات الترائف اللي احنا فيه وفيه طبعا برة في السفريات اللي هي سواء افريكي او سواء المعسكرات الاوروبية برضو في انجلترا وفي اليونان احنا ما كنا يعني احنا كنا كان هو بيحتوي اللعيبة الصغيرة كنا احنا تحت السن انا وكابتن اه علي عبدالحفيز وكابتن ناصر محمد علي فكنا بنبقى متواجدين معاه في حتة لما يجي مثلا يدينا بوكت ماني او مثلا نخرج معاه مثلا هنا ولا هنا اساس ان هو بيبقى كبير فبيقدر يودينا الاماكن اللي هو عريفة بالزبط فبصراحة انا انا كان لياه الشرف انا وزملائي بالذات اللي هم اللعيبة الصغيرة اللي هم مع الجيل ده جيل عظيم جدا بالامانة والله جيل محترم جدا كابتن سعيد وكابتن عبودة وكابتن حمدي وكابتن ردوان وكابتن مجد مصطفى لأ جيل استفدنا منه كتير يعني وبعدين كان فيه روح روح غير عادية جول ملعب سبع الفل يا بولوبيف بس هو خلاص عارب هتقول ايه محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز يا كابتن اه يعني عايز اقول ايه بس هو قال ايه مع السلامة ابوالليف ابوالليف بولوبيف ايه يعني ايه بولوبيف بولوبيف هو كان في بعض الاحيان كده في السنة من السنين خدنا فرقتين والفرقتين دول مضربين كان ساعتها بقى ايه البولوبيف الفاسد مش عارف كم بتاعني يعني خدته ايه فرقتين هو مسك فرقة وانا مسكت فرقة لما دربنا اما دربت اه 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 لما دربنا هو مسك فرقة وانا مسكت فرقة اه اه اخبار البولوبيف الفاسد ايه والله ده انا جات لحتتين مش يعني سميناها بلبيو إنما زيزو لأ من الشخصيات المحترمة جدا وبيقولك هل هو لما بيتكلم معليك لوقتي كده بيقولك هو كان بيحتوينا وكان يعني زي الأخ كبير ليهم هل أنت من المعاناة اللي أنت شفتها وانت من الدرجة التالتة للدرجة التانية للأولى ووصلت كابتن النادو حقوقات كده هل الكلام ده كله فرق معاك لما كبرت طبعا يا كابتن طبعا فرق معنا وبعدين دول كانوا صغيرين الصغيرين دول عايزين زي ما تقول الحنية يعني عايل صغير مش يلاقي من المدرب والكابتن عنده رهبة وعنده بتاع يعني أفتكر كده كان كابتن على الشحاتة مش كان معاك في 86 لا كان معاك في حلقة هنا كان معاك كابتن على الشحاتة لك مين اللي استقبله على الشحاتة لما جه جنة من نادي الأهل من نادي الأهل مزبوط أول ما جه طلع رح قاعد على السلم ما يعرفش حتى أنا الوحيد بقى اللي استقبلته تعال بتا مين قال لنا اسمه علي شحاتة انت جاي من أهل اللي جاي من نادي الأهل طب يا ابني مكسوف ليه قال لنا ما عرفش حتى وبتقول لأ تعال دي كانت يعني خدتوا عرفت على اللعيب أه خدتوا تعالى وخش معنا واندمج معاك شلت من عنده بقى الرهبة الرهبة دي أهل الصغيرين دول كانوا موهبين تلاتة كان ناصر محمد علي وكان علي أعب حفيظ وكان زيز لعيبة موهوبة بس للأسف كان فيه بقى إيه يعني الناس الكبار كانت لعيبة معنا برضو كانت يعني إيه لأ ده الصغيرين لا أنا كنت أخدهم بقى من واقع انت عارف المتعوبة والحياة بقى الشعبية وبتاع كلام ده نعم نعم فعايز أشيل من عليهم الرهبة لأنه هم لعيبة كويسة وبعدين كانوا بلعبة أساسيين انت شاف إن هو ده لعيبة كويسة فعاوز تشيل منه الرهبة بس في الجزئي دي عشان يندمج بسرعة بيشلوها بقى الحاجات دي بقى طيب وبعدين في الملعب ده هيلعب معايا أكيد